على بعد يومين من الاستحقاق الانتخابي المنتظر والذي سيحمل نتائج مصرية للبنان من موقعه المحلي والاستراتيجي يخوض الثنائي حزب الله وحركة أمل الاستحقاق الانتخابي تحت شعار تأمين الحواصل الانتخابية باعتبارها انتخابات مفصلية وتعزيز نسبة الاقتراع فيها وبرغم أن جميع الدراسات تشير إلى أن أبرز الرابحين هو الثنائي حزب الله أمل وأنه من المستبعد أن يخسر الطرفان أي من مقاعدهما الشعية يجري الحديث الآن عن ارتفاع حضوض حلفاء الحزب السنة للوصول إلى الندوة البرلمانية مع غياب طيار المستقبل عن الاستحقاق الانتخابي ما يؤدي إلى تشكيلهم أكبر كتلة برلمانية ما يفعله الآخرون تحديدا المجتمع المدني هم يستعدون هذا السلاح لبالنسبة لهذا المجتمع هو مسألة وجود بالتالي حضوض هؤلاء كلما في هذه النقطة زادوا من العداء للمقاومة كلما تراجعت حضوضهم عند الناس في مواجهة هذا التحالف الراسخ تعيش بعض مكونات المجتمع المدني حالة من التفكك إزاء عدم قدرتها على توحيد اللوائح في وجه حزب الله وحركة أمل وعدم إمكانها جذب الجمهور الشعي ببرنامج انتخابي منافس كان الأجداء أن يتوحدوا على برنامج واحد ويشكلوا لائحة متراصة واحدة لأنه حينها يستطيعون تقديم أنفسهم للأكثرية الصامتة لكي تتشجع للنزول لانتخابهم وأيضا كان هناك إمكانية لتحقيق خرق وسط هذه المعطيات تتجه الأنظار نحو الخمس عشر من أيار مايو المقبل بانتظار ما ستحدده خيارة الجمهور الشعي في صناديق الاقتراع في الساحة الشعية فإن الأكثرية تؤيد خيار المقاومة وفيما يسعى التنائي حزب الله وحركة أمل إلى الحفاظ على تمثيله النيابي يأمل خصومهم إحداث خرق في التمثيل الشعي في البرلمان اللبناني فرح عمر جنوب لبنان الميادين